اشتركوا في القناة فإن قصد بها الوصف الذي لا يكون إلا لله منع من اكتسبني مثال حكيم بن حزام رضي الله عنه صحابه غير له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لا لماذا لأنه لم يقصدوا باسمه الوصف الذي لا يكون إلا لله قالت امرأة العزيز يصح هذا عزيز هذا ليس بعزيز نعم ذق إنك أنت العزيز الكريم قصد في الوصف لا يصح حتى السم لكن عندما قال أبو الحكم لماذا قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين هذا ما يمكن هنا قصد ماذا الوصف فقال أنت أبو شوي مفهوم لماذا لنتعدي على جانب أبو مبين الأسفاع عندنا إذا كان فيها تعدي على جانب أبو بي والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أبنى عبد المطلب نقول أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترب محكم عندنا نصوص محكمة بيّنة واضحة أنه ما يعبد الأولاد إلا لله ولهذا كان أحب الأسماع إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن شيء عرف به لأنه لو قال أنا النبي لا كذب أنا ابن شيبة الحمد ما أعرف أحد والكلام في باب الإخبار لا في باب الإشام أنتم أن تسمي أحد ومن حق الولد على الواعي أن يختار له باسم حسن وما يعبد الأولاد لغير إلا ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة ولن يتسمى أحد من الصحابة بعبد المطلب ثم عبد المطلب هذا لقى لعبد المطلب عبد المطلب اسمه شيبة الحمد هو ليس باسم عبد المطلب هذا لقى بلاهم ما هذا حدث حدث الناقش المطلب أخذ شيبة الحمد إلى المدينة لأنه أخوال أخواله هنا شيبة الحمد أخواله بالمدينة وتربى هنا صغيرا أهل مكة لا يعرف من عبد المطلب لا يعرف شيبة الحمد جاء المطلب وأخذ من أخذ الولد وأردف خلهم تعرف مع الطليل تسعة أيام وعشرة أيام حتى يصل إلى مكة الشمس والحرارة والصحراء وتغير الجو وقلة الأكل ممكن والزاد تغيّل لون من هذا الولد الصغير إلى السمار قليلة مفهوم؟ مفهوم؟ وما يعرف أهل مكة فقالوا من هذا الذي خلف المطلب؟ قالوا هذا عبد يعني إيش؟ عبد مملوغ قالوا عبد لمن؟ قالوا عبد للمطلب فألصق به هذا اللقب فقالوا عبد المطلب عبودية رب ولا هو شيبة الحمد؟ مكثوم؟ وبهذا كله يزيل الإشكاء ولماذا تذهب إلى المتشابه وتفرق المحكم وما تسمونه بين عبد الله عبد الرحمن نعم